امبرح كان معايا كابتن عصام عبد الفتاح مستشار زي ما هو عرف لي نفسه يعني مستشار لجنة التحكيم او عفوا مستشار اتحاد الكورة في ما يخص الجانب التحكيم يعني فالراجل تكلم على البار الحقيقة ومن النقاط الهمة جدا اللي قالها قال ان احنا نجحنا في تخفيض قيمة المباراة الوحدة من 3000 دولار الى 1800 دولار واتكلم على شوية احداث او شوية مميزات هتكون موجودة يعني للامانة الشديدة جدا النهاردة جالي رسالة هامة جدا من الافاضل الاعزاء اللي كانوا مسكين الاتحاد اللجنة الخمسية وبالكامل كده هقول لكم الفار الرد كده يعني تم عمل كراسة شروط لتحديد الصفات الفنية المطلوبة ثم تم ارسالها الى كل الشركات المعتمدة من الفيفا والايفاب تلقى الاتحاد موافق 8 شركات في حين اعتذرت شركة لعدم موجود وكيل لها في مصر تم ارسال كراسة الشروط والمواصفات لعدد 8 شركات اعتذرت شركتين ولم يتلقى الاتحاد ردا من باقي الشركات الاتحاد تلقى عروض فنية ومالية من 3 شركات الشركة الاسبانية ميديا برو وميديا لوزو كده الشركة الالمانية برودكاست اليوشن والشركة الانجليزية انفيشن هوك اي تم عمل تقييم فني عن العروض بنظام النقاط وانتهى للآتي ميديا برو 99.25 هاي اوك 99.85 والآسف 98.85 والبرودكاست خادت 98.2 اللجنة اوسط بضرورة التعاقد مع الشركة الاسبانية لحصلها على اعلى النقاط وفقا لللوائح والقوانين مدة التعاقد 3 سنوات ونصف في ايجار بغرض التملك اكدوا هنا على قصة التملك اللي كان كابتن عصامة مبارح قال انها تشالت من التعاقد لكن اكدوا وتملك اتحاد المصري احدث الاجهزة ده كمان مهم جدا في اخر المدة وقالوا في طريقتين للدفع كانوا موجودين الاولى انك بتدفع المباراة والمدة التعاقد 3000 دولار يعني كل مباراة تلاعب عليها 3000 دولار كويس على ان الاتحاد المصري بارادة منفردة له حرية بقى انه يدفع في النهاية نهاية المدة يدفع 700 الف دولار ويتملك الاجهزة الحديثة السنية طريقة الدفع التانية دي بقى اللي اتكلم عليها كابتن عصام اللي هي دفع 1800 دولار للمباراة يعني كل مباراة تدفع 1800 دولار لكن كل شهر ايا كان بقى لعبت ولا ما لعبتش انا بقرارك الرد لعبت او ما لعبتش يدفع 53 الف دولار وفقهم حوالي 14% ضرابة يعني بتصل حوالي 60 الف دولار شهريا سواء كنت بتلعب او ما تلعبش والاتحاد ياخد الاجهزة الحديثة اللجنة الخماسية خدت الاختراح الاول عشان ما تتحملش اعباء ثابتة شهريا في ظل ظروف جائحة كورونا ومن الجائز ان يتم الغاء المسابقة او ارجاءها لاي وقت اخر كمان اعطاء المجلس القادم حرية الحرية انه ياخد القرار بدفع 700 الف دولار وتملك الاحدث الاجهزة وموضح ذلك بالارادة المنفردة للاتحاد في اتخاذ القرار فبيقولوا انه الحديث يعني كان فيه بعض المعلومات النقصة واجتماعه وقراره مع اللجنة السلسية بتغير اتفاق من طريقة الدفع الاولى الى السنية لسلبيات من وجهة نظره منها ان انت هتمد عمل الشركة سنة اضافية والاتحاد بيتحمل مبالغ اكتر وبيقول ان المحاولات دي كلها هي محاولة للتشكيك في قصة الفار والانجاز اللي عملته اللجنة الخماسية كمان فيه حتة مهمة جدا قالوا كمان لما كابتن عصامة تكلم على الموافقات الفنية لعمل قصة الفار فقال ان الموافقات تصدر من الفيفا الايفاب والكابتن هانا بريد اعضو فيها والسؤال هو كيف لا يتم يعني العلم بكل هذه الامور الفنية خصوصا ان الكابتن عصام موجود في الاتحاد الافريقي ثم الحقيقة اتفاجئت كمان ببعضا رد برضو مهم جدا على موضوع الاعداء لك ايوة لانه كان لابد انت بتاخد موافقات خدنا كل موافقات الاجهزة كان لابد من وزارة الاتصالات وبالفعل ارسلت الوزارة التقرير كامل في كذا صفحة الحقيقة بس بعد ما مشي بعد ما مشت اللجنة واسنو فيه على كل ما حدث والتقرير الفني والتوصيات خطاب وزير الشباب خطاب وزير التصالة التكنولوجيا المعلومات خطاب دعوة الشركات لتقديم العروض الفنية كراسة الشروط والمواصفات خطاب الرد على الاستفسارات الخاصة بالشركات التقييم الفني للشركات المتقدمة بالعروض محضر البت الفني واختيار الشركة خطاب بترسية الاعطاء محضر اجتماع بقائمة التوردات تقرير حالة التشغيل اعتماد التقنية والحكام من الملاعب وبيأكدوا انه ما كانش فيه تعجل لانه بهذا الامر التدريبات سواء كانت في شهر في ستة في تسعة في عشرة في اربعين اذا الايفاب اللي هي الجهة المسؤولة عن منح ترخيص الفار ما كانتش شافت انه ده صح ما كانتش ده الموافقة ده كان مهم جدا رد مهم جدا وكان لازم اقوله زي ما هو كده من غير ما زود فيه ممكن اناقص فيه بعض الكلمات يعني اللي مش مهمة لحضراتكم لكنه عشان اوضح لانه الموضع طبعا الكابتان عصان بالتأكيد لا يقصد يعني اي مساسة بالسمعة ولا بالزمة المالية خاصة كلهم ناس افاضل يعني تتكلم على عمر الجنيني ولا فضل ولا عبدالله ولا دكتورة سحرة دكتور جمال محمد علي كلهم ناس افاضل بمعنى الافاضل يعني ما هاتش يقدر ابدا 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 نفكر ولولو لحظة انه يشكك فيه يعني امانتهم ونظفتهم لكنه مهم جدا زي ما انا سمعت الكابتان عصام للاخر مبارح انه كنت اسمع من الافاضل اللجنة الخماسية وده الحقيقة الرسالة جات لي يعني منهم تقريبا كلهم يعني اتكتبت واتبعتت عشان اقولها لحضراتكم ويبقى انا قلت معلية بكل امانات طيب